بصوا يا بنات عشان اللي بتجلنا المشاكل بتجلنا المشاكل في الفترة دي انا هجاوب على السؤال ده ومن فضل بعدكم الادمن بقى يب هو يقولي لايه يقول بعد كده الاسئلة اللي ما يقول موضوع الاختلاق والتعامل مع الشباب في فترة الجامعة بصوا يا جامعة حاليا بيبقى فيه جربات لكل دفع تمام؟ ملاح حرب ساعات بيبقى هي اسمها هي يا شفاء البنت اللي بتبقى مسؤولة من البشكان من الدكتورة للدفع يعني فيه حد كده مش هكرا اسمها ايه بالتركي؟ ليه بتبقى الدكتورة مفوضاها للدفع كانت يومنا هنا كتعرفة المهم بيبقى فيه مسلا طالب او طالبة ده اللي انت مفاوض من قبل الدكتورة او دكتور المادة انه هو يعمل ايه؟ ان ايوة ان هو ياخد الاميلات منكو يرفع معرفش ايه ان هو مسلا لو فيه مشكلة هو يرفعها للدكاتر فالكلام بيبقى على قلب الجروب الواصل ذات نفسه تمام؟ ايه الاسئلة بتتحطوا كلنا بالرد جماعي بس ما فيش داعبال ايه للتعليقات اللي ايه؟ اللي هي مش اخصانة الفرد احنا برد على موضوع عام او حاجة عامة نعرفها وهكذا طب جيه خدني على الخاص لا خدني على الخاص خدي البتاع وحطيه على الجروب العام وردي على الجروب العام انا بقولك اوه لان البداية بتبقى هنا وبعدين انا بتحسي باهتمام بقى زيادة وبعدين ده هو ما شاء الله مش بس بقى اهتمام زيادة لا ده الله ما بقى ابتدى بقى لا ده انا هجيبلك الملخصات انا هعمل معرفش اين هعمل وهكذا فالدنيا انت بتحسي ما تقولوليش حريم عنده ما شاء الله عشرمية قرن استشعار هو بيعرف يعني احنا بنعرف الاهتمام وده بيبقى ازاي وتبقى حاسة بالكلام ده الفترة اللي انت فيها دي واللي معاكي صاحبك ولا زميلك في قلبك ما فيش حاجة اسمها صاحب الزميل زمالة الدراسة اه هو حاليا حاجتين يا اما صروفه غير مسام حمدان هو يجي ويتقدم والكلام بقى يا اما وقت بيزال فل وبشغل وعمل وهيعرف يفتح بيت والكلام ده اعرف كتير من الطلبة كده تانية جامعة تالتة جامعة وراه خطب وبتاعه بيشتغل ويقدر يفتح بيت ويصرف على نفسه وهكذا حلو بس عمل ايه دخل بيت لكن الشغل اللي برا البيت ده لا بتبقى صمع صدقوني صدقوني انا مش عايز اقول اكتر من كده يعني ioana على جروبات الشباب كمان ااااااااااااااام المفروض يعني لو تعرف مش عايز اقول اكتر من كده بس يعني الكلام الظريف لو تعرف ان فيه حد بيكلم وعادي منفتح اول كلام ده اه يقولك لاي الجروب فلانة وفلانة وفلانة خلاص توبقى معروفة لبقيت الشغل انا مش عايزك يككر خيصية ولعايزك يتقال عليك كلمة لا انت بصي بدر منور في السماء لقلقة بجد فليم تسمحيش لا ترخصي نفسك ولا حد يقول عليك حاجة واللي عايي هابتي الباب مبين منقولش لا في العرسات والعرسان منقولش لا على العرسان بس يخشوا من الباب اما اي حاجة تانية لك والولد صدقوني لما بيعرف اني فيه دايما المنوع مرور لما بيعرف فيني تمنع ودي رفضت ودي كذا وده حاولت وفلان وكذا وكذا لو فيه نصيب والله لو مزنبيقة حييجي طالما ده النصيب تمام كده